سأقول لك على حاجة لو انت بتصحب النوم زي حالاتي كده والواحد قاعد بيبقى نايم في المروحة بعد تمرينة مثلا بالليل مثلا على حاجة بقايم متخدل كده والحاس انه نايم فاتح فوقه ونايم زي المسلول سأقول لك على حاجة الجسم تقدر او العقل تقدر تتحك عليه بتركاية بسيطة كده لو انت حاسس ان انت اي منهم والاسف عندك شغل وغاز من عندك ودي الطبيعة الحياة والشغف رايح ولازم تكمل في مصيرك ولازم تكمل في شغلك سأقول لك على حاجة لو انت نايم في الاودة الوحدك افتح الانوار يعني لو النور مثلا جمب كده افتح الانوار تمام؟ طب فتحت الانوار ومعرفتش تنام بص انا اعتقد بالنسبة 70-80% ان انت بمجرد ما تفتح النورين لو انت نايم لوحدك انا مش نايم جمب اخواتك او اخواتك مثلا معاك او مش نايم مثلا في وسط زحمة ولا حاجة مثلا ناس مثلا زملاء عمل ولا حاجة وقدرت تفتح النور لو فتحت النور بنسبة 70-80% تقدر تقوم وتبقى صاحي وفاي ده بنسبة 90% طب لو انت مش عارف تنايم ودي بقى المشكلة الجسم بيبقى في حالة استرخاء وبيرسل الاوامر للجسم بالاسترخاء ان انت كده كده بتنام وفتح بققك خلص هقول لك على حاجة احبس نفسك خد نفس عميق وخليه كده شوية لو انت خليته شوية الجسم هيبتدي بص ده فيه نفس مش عارف يخرج فهيبتدي يرسل اشارات للاعضاء كلها فوقه فوقه الجسم سحب نفس او انه هو مش عارف يعمل شهيك وزفير الطبيعي فهيبتدي لما انت تقعد كل ما انت كاتب نفسك اكتر كل ما جسمك هيبتدي فوق نفسه اسرع واسرع في مجرد دقيقة و دقيقتين هتلاقي نفسك اوم بس كده على فكرة صح انا بقول لكم يعني انت لو تلاحزوا كل فيديوهاتي تلاحزوا ان بتكلم في كزا حاجة دي الحاجات اللي انا بمرر بيها شخصيا يعني انا بحكي لكم عن حاجات انا بمرر بها شخصيا لان القناة اللي انا بعملها لدي قناة الحاجات اللي عملتها امررت بها شخصيا بس كده فاحبس نفسك شوية وهتنبس بإذن الله شكرا جدا لكم وانتنسى تعمل لايك وتشارك معا في القناة لان فعلا فعلا محتاج دعمكم جدا ولو عجبتك الخدعة دي اكتب لي في الكومنتات عملتها ولا لسه ولو عملتها استمرت معاك شكرا جدا